جهان الشريف فنانة من طراز خاص استطعت أن تتحدى الإعاقة بأعمالها الفنية المتميزة وتحلم جهان بوجود مرسم خاص بها حتى تستطيع أن تبدع في رسم الكثير من اللوحات الفنية مستقبلا تحدت الكرسي المتحرك بالأعمال الفنية ووجدت فيها متنفسا ساعدها على الخروج ومواجهة صعوبات الحياة موهبتي في الرسم بدأت وعندي 13-12 سنة كنت بحب أن أرسم عين، مناخير، بس ما كانش بيقوا دايماً ما أثبتين معي مع الأيام واحدة واحدة ومع الأيام تعلمتها وتعلمت أن أنا أعرف أجمع الوش على بعضه وارسم لها الشعر والحد ما تعلمت أن أنا أرسم برطرهات وبقيت مشى في الموضوع دوت واحدة واحدة يعني وتحلم جهان بوجود مرسم خاص بها حتى تستطيع أن تبدع في رسم الكثير من اللوحات الفنية مستقبلاً وعرضها بشكل مستمر والدي بيدعمني دايماً بالمادياً ومعنوياً بس والدي ساعات بقى تبقى صعباً علىها تعب هي فكرة أن ده بالنسبة لي تعب، ما تعرفش أن دوت روحها نفسياً فكل ما تيجي تقول لي مثلاً استرياحي ولا سيبكي من موضوع ده بقى ولا مش عارف إيه أنت تدبرتي ونمت جهان موهبتها من خلال التعرف على عالم الرسم منذ أن كانت طفلة لتعلم نفسها بنفسها حتى أصبحت ترسم لوحات وبرطرهات كاملة لتتكسب بها من خلال بيعها للمواطنين بأسعار رمزية ترجمة نانسي قنقر